اقترحت تشريعين هامين تتم مناقشتهما في واشنطن الآن لا تتعلق مشاريع القوانين هذه باليسار مقابل اليمين أو الحديث مقابل التقدمي أو أي شيء يضع أمريكياً ضد آخر تتعلق مشاريع القوانين هذه بالقدرة التنافسية مقابل الرضا عن الذات إنهم يدورون حول توسيع الفرص وليس حرمان الأمريكيين منها تهدف مشاريع القوانين هذه إلى قيادة العالم وإلا سنواصل رؤية هذا العالم يسير من دوننا تحرك على الأرض لرئيس جو بايدن من أجل حجد الدعم لإقرار خطة الانفاق الاجتماعي وتطوير البنية التحتية من هذه المدرسة الابتدائية شمال بلينفيلد بولاية نيوجيرزي شدد بايدن على أهمية الخطة في تأمين الظروف التعليمية الأفضل للطلاب الأمريكيين تقادم البنية التحتية هو أكثر من مجرد إزعاج أو مصدر إزعاج إنه عايق كبير أمام القدرة التنافسية العالمية لأمريكا نحن في سباق عالمي محموم تحديث البنية التحتية للبلاد من طرقات وجسور وجعلها قادرة على مواجهة التحديات التي فرضت التغيرات المناخية نقطة أخرى ركزت عليها كلمة الرئيس الأمريكي فتحت مدارس نورث بلينفيلد أبوابها لجميع الأطفال الذين تتجاوز عمارهم أربع سنوات وستعمل خطة على توسيع هذا البرنامج في عموم أمريكا بحماس شديد دافع البيت الأبيض والديمقراطيون على خطة الانفاق الاجتماعي المقدرة في الأصل بـ 3.5 تريليون دولار ويرون أنها ستمكن من إعادة بناء أمريكا بشكل أفضل على حد تعبير الرئيس جو بايدن عبدالله ماسي الحرة نيويورك بعد الوقت الذي أمضاه الرئيس الأمريكي جو بايدن ومانشن وشك شومر سوية هل نحن على وشك أن يكون هناك توافق حول الخطة نجيب عن هذا السؤال مع ضيفنا عبر سكايب من واشنطن الأستاذ في جامعة جورشتاون دونالد موانهن أهلا بك دونالد شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة تفضل بالإجابة على السؤال هل نحن على وشك الوصول إلى توافق وسمعنا أيضا تأكيد لربما نانسي بيلوسي تقول بأن هناك اقتراب من الوصول إلى اتفاق لقد كنا نسمع هذا منذ أسابيع ولكن في لحظة ما يجب الوصول إلى اتفاق بالنسبة لإدارة بايدن من الصعب أن نحدد مدى أهمية هذا بالنسبة لشعبية الإدارة الديمقراطيون توقعوا خسارة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في 2022 وبالتالي هذا أفضل وقت لتحقيق شيء هناك ضغط كبير ليس على بايدن فقط وإنما على الحزب الديمقراطي لإنجاز شيء بما فيه الشيخين الذين قاوموا التوصل إلى اتفاق ودفع سعر هذا التشريع بمعنى بنود الإنفاق الخاضعة للتفاوض من قدم ماذا؟ ماذا قدم الديمقراطيون؟ ماذا قدم الجمهوريون؟ من الذي لربما ساهم بشكل أو بآخر في تسهيل الوصول إلى هذا المشهد اليوم؟ مهم أن نفهم أن المسألة هي عبارة عن نقاش داخل الحزب الديمقراطي في السابق الحزب الجمهوري قال لا نريد أن نتدخل لا نريد أن نقدم أي دعم وبالتالي لم تكن هناك أصوات جمهورية لخطة بايدن وبايدن توقف عن التفاوض مع الجمهوريين وهذا يعكس خبرته كنائب للرئيس عندما اعتقد أن الجمهوريين تفاوضوا حول مواضيع مثل الرعاية الصحية ولكن لم ينفذوا إذن هذه معركة داخل الحزب الديمقراطي وهذا حزب كبير ويشمل أناس ليبراليين ويصفون أنفسهم بأنهم اشتراكيين وأناس محافظين مثل جو مانشن من غرب فرجينيا وهو ربما أكثر الديمقراطيين محافظة الهدف بقيادة ساندرز السيناتور من فيرمونت والذي يشغل رئاسة لجنة الميزانية والتكلفة التشريع انخفضت والبنى التحتية فصلت وفي البداية كانوا يتحدثون عن ستة تريليون ثم ثلاثة ونصف تريليون والآن اثنين تريليون ما يتعاركون حوله بعض القضايا المهمة للكثيرين من الديمقراطيين مثل قضايا التغير المناخي هل ستكون هناك أموال أكثر هل سيكون هناك توسع في برامج الصحة مثل الرعاية الصحية للمسنين هل العائلات يمكن أن تحصل على إجازة عندما يكون هناك مولود جديد هل هناك توسع في الإعفاءات الضريبية للأطفال وهذه بنود مكلفة جدا وبايدن روج لها كجزء من حملاته الانتخابية ولكنها الآن تخضع للضغوط طيب أنا أود أن أقف عند أول نقطة حضرتك ذكرتها مما كان يروج له الرئيس الأمريكي وهي قضية المناخ تعتقد بأن المطروح اليوم من خطة المناخ سيتم تعديله سيتم تقليص ما سيمنح لهذه الخطة تقليص المخصصات المالية الآن ونحن نعرف بأن الرئيس الأمريكي سيتجه إلى سكوتلند وسيكون هناك مؤتمر عالمي للمناخ الآن ألا يحرج ذلك الرئيس الأمريكي هل سيحد أو يحضل ربما من قوة حضور الرئيس الأمريكي في المؤتمر المقبل ما يكلم له أعتقد أنها ستكون محرجة للرئيس بايدن إذا كانت هناك أموال أقل للمناخ وقد قال هذا بالفعل قال لمؤيديه الذين اجتمعوا معهم في البيت الأبيض أنه يحتاج إلى دعم قوي قبل أن يذهب إلى جلاتسكو لإبلاغ الدول الأخرى أن أمريكا جادة بشأن التغير المناخي وبايدن أكثر من أي رئيس سابق قال أن التغير المناخي هو أحد أعمدة إدارته وهذا شيء مهم بالنسبة له ستكون هناك أموال أقل للتغير المناخي إذا أراد جو مانشن من ولاية ويست فرجينيا وهي تركز أكثر على الفحم وهو مدعوم من جانب مصالح النفط والغاز في أمريكا ستكون هناك معركة بالنسبة للأموال التي ستخصص لتغير المناخي ربما يكون هناك شيء ولكن ليس كما يريد بايدن كي يقول عندما يذهب إلى جلاتسكو أن هناك صفقة تم التواصل إليها دعنا نفترض دونالد أنت وأنا هنا بأن هناك خلافا وقعا ولم ينجح الرئيس الأمريكي بتمرير حزمة البنية التحتية ما هي البدائل؟ كيف سيقوم بتمويلها؟ إلى أين سيتجه إن فشل في تمرير هذه الحزمة؟ هذا هو سيناريو الكابوس بالنسبة للديمقراطيين الديمقراطيون يفكرون بالفعل في انتخابات نوفمبر 2022 ويعتقدون أنهم إذا لم يحصلوا أو إذا لم تعتمد هذه التشريعات فإنهم سيذهبون إلى الناخبين بدون إنجاز أشياء كثيرة بايدن قام بعمل جيد أفضل من ترامب في مجال كوفيد ويمكن أن يقول إنه استعاد نوع من الصبغة العادية للبيت الأبيض ولكن عليه أن يظهر للناخبين أنه فعلا حقق الكثير من وعوده الانتخابية الأساسية الديمقراطيون خائفون من الذهاب إلى 2022 بدون تمرير تشريعات رئيسية وإلا فإنهم سيخسرون الكونغرس وبايدن أمامه عامين يقوم بالدفاع وصد هجمات الجمهوريين بعد سيطراتهم على مجلسي الكونغرس هذا ليس بموقف جيد لبايدن إذا أراد أن يخوض الانتخابات في 2024 هذا سيجعله رئيس أضعف لا يوجد الكثير الذي يمكن قوله الشيء المهم للديمقراطيين هو إعادة انتخابهم للكونغرس وأيضا لبايدن إذا كانت لديه أجندة مهمة عندما يذهب إلى 2024 لهذا أنا متفائل أنه سيكون هناك صفقة ولكن لا نعرف ما هي بالضبط دونالد مواناهن شكرا جزيلا لك الأستاذ في جامعة جورج واشنطن شكرا لك